طيب هنروح لكرة السلة اتحاد كرة السلة الاسبوع اللي فات عمل قرعة كأس مصر للرجال والسيدات طبعا احنا طلعنا او وصيف كأس مصر كنا في الفاينال مع نادي الاتحاد ونفس الكلام في السوبر كنا الوصيف مع نادي الاتحاد طبعا القرعة جنبت الرجال انهم لعبوا في دور 32 سواء احنا او نادي الاتحاد ولكن نادي الاهل الدور 16 هيلعب ان شاء الله مع الكازماء من الشرق الدخان والترام يمكن دي القرعة طبعا المعمولة ويمكن في حاجات تانية برضو حبنا نزودها لحضراتكم طبعا الاهل والاتحاد هلعبوا مطش السوبر يوم 8 يناير مطش السوبر بتاع السنة اللي فاتت هيتلاعب ان شاء الله يوم 8 يناير دا للرجال وايضا السيدات هليوبلس والاهلي هيتلاعب يوم 8 يناير المطشين هتلاعب يوم 8 يناير نتمنى التوفيق طبعا بطولة مهمة جدا هتلاعب بالقوائم الجديدة اكيد طبعا اللي تم والصفقات الجديدة فاتصور ان شاء الله انها تبقى يعني لقائين جمدين جدا والاهل والزمالك في دور التمانية في دور المرتبط هتلاعب يوم 17 ويوم 19 ديسمبر القادم وهيبقى على ارض محايدة يعني عشان كده انا بقول لكم فريق البسكت راجع على اشتركات قوية جدا هنروح نفس الكلام للسيدات السيدات هتلاعب في دور الستاشر مع نادي الجزيرة يمكن مطش جامد جاي بادري شوية وبعد كده لو طلعنا ان شاء الله دور التمانية بإذن الله هنلعب مع الفائز من مدينة مصر والسكة الحديد انا عايز اقول لكم دايما الاتحاد السلة بيعمل بروتوكول ده بييجي مندوب من الاندية يحضر القرعة ويكون مجلس دارة الاتحاد واللجنة المسابقات حضراء طبعا كل التوفيق لفريق الرجال والسيدات ان هم طبعا يعني يكتسحوا المركات والسنادي او يكتسحوا البطولات كلها بعد المركات الجامد اللي يتعاملوا الصفقات الكبيرة اللي هقلنا عليها في اول الحلقة